اعلن الرئيس الايراني مزعود بزيشكيان ان وقف اطلاق النار في قطاع دزة ولبنان قد يؤثر على قرار طهران بشأن الاجراءات ضد اسرائيل وقال بزيشكيان وفقا لما نقلته وكالة ارنى ان اسرائيل تعرف جيدا انها اذا ارتكبت اي خطأ ضد طهران سوف تتلقى ردا ساحقة بزيشكيان اضاف ان الموافقة على وقف اطلاق النار ووقف طهر الابرياء في المنطقة يمكن ان يؤثر ذلك على الطريقة التي ستستجيب بها ايران وباي قوة ستفعل ذلك